السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سأستعرض فيه تعليقا لصنعاء على آخر التدورات في الساحة العربية وإلى التفاصيل أكد رئيس الوفد الوطني مفاوض محمد عبد السلام اليوم الاثنين أنهم سيواجهون التصعيد الإسرائيلية في غزة بالتصعيد في العمليات ضد الاحتلال تزامنا مع المجازر الصهيونية الجديدة بحق الفلسطينيين في رفح وجدد عبد السلام في تصريحات له إدانة ورفض اليمن للعدوان الصهيوني المستمر على غزة وأكد أن اليمن ماضم في موجه المساند مشيرا إلى أن أي تصعيد لن يقابل إلا بتصعيد وتأتي هذه التصريحات في سياق تعزية كتمها رئيس وفد سمعان المفاوض باستشهاد مراسلة قناة المسيرة السابقة الصحفية آلاء الحمص التي ارتكت اليوم متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قسف صهيوني وحشي طال منزل عائلتها شرقي رفح أشكركم على حسن تابعوا الإطقاء ولا تنسوا العجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خالص تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة عشم ووووية آلاء وووية شكرا